الحقيقة أننا بصدد قواعد اشتباك جديدة بين المقاومة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة يحدث اشتباك تفاجئنا المقاومة ببعد جديد من أبعاد قوتها وصمودها في العام 2014 اتضحت القوى الصاروخية الحقيقية والتيكتيك الاستراتيجي الجديد في المواجهة هذه المرة ثمت أمرين مهمين الأمر الأول هو مدايات ونوعيات وأعداد ودقة الصواريخ التي تمتلكها المقاومة والتي استطاعت أن تصل إلى تل أبيب واستطاعت المقاومة أن تنفذ تهديدها ووعيدها بالفعل للاحتلال الإسرائيلي حالة استهدافه للأبراج السكنية المدنية في القطاع وردت على ذلك باستهداف تل أبيب وعديد من المدن الإسرائيلية الأمر الثاني هو الطائرات بدون طيار صحيح أن القبة الحديدية نجحت في إسقاط أكثر من 70% من الصواريخ التي أطلقت وإسقاط طائرتين مسيرتين حتى الآن أطلقت لكن حتى الآن نتحدث عن 2300 أو 2500 صاروخ تم إطلاقها على الأراضي المحتلة من قطاع غزة ما يعني أن مخزون الصواريخ كبير للغاية ما يعني أن القدرة على تصنيع عدد أكبر من الصواريخ بمدايات مختلفة ورؤوس حربية متعددة إضافة إلى الطائرات بدون طيار هو أمر موجود للغاية لذلك أتصور أن هناك مفاجأة صاعقة للعدو الإسرائيلي بهذا التطور المذهل ما دفع نتنياهو إلى الإصرار على تفكيك البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية باستهداف قيادات منظومات الصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها لشل قدرة المقاومة أيضا هناك مطالب داخل إسرائيل بدرورة وقف العدوان والعدول عن العملية البرية في قطاع غزة مخافة سقوط مزيد من الأسرة والقتل بين صفوف قوات الاحتلال إذا ما تمت عملية الاجتياح لذلك بعدما تراجعت الحكومات والأنظمة العربية عن مواجهة إسرائيل عسكريا نحن بصدد فاعلين دون الدولة نون ستيت أكتور وهي فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية سواء تحركت من غزة أو تحركت من جنوب لبنان المحتل الإسرائيلي الآن بصدد تحدي خطير وهو أن الدول توارت وتراجعت بينما فاعلون دون الدولة لديهم قدرة صاروخية وطائرات بدون طيار ولديهم تكتيكات خطيرة للغاية تستطيع أن تقدم ضاجع ذلك المحتل